وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلال إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة عندي الأخت أم خالد من دبي بارك الله فيها تقول بأنها كانت عندها عاملة منزلية تقول هربت مني بعدما ضربتني وكنت حاملا وتقول بقي لها عندي تسعمائة درهم تقول هل أنا محاسبة على هذا المال وهذا تقول من ثمان سنوات أم خالد بارك الله فيك بالنسبة لما يتعلق بالعقد بين رب المنزل وأيضا بين العاملة هذه لا شك بأن عقد يجب الوفاء به من الطرفين فيجب على الكفيل الذي أتى بهذه الخادمة وأدخلها بيته أن يفي بالعهد وأن يلتزم شروط العقد فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وذكر الله جل وعلا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد وكذلك في المقابل يجب على العاملة أن تلتزم بالخدمة أو بالشروط التي جاءت لتعمل تلتزم بهذه الشروط التي وضعت من قبل المكتب من قبل الوزارة من قبل كذا نشوب خلاف بين رب البيت وبين العاملة لا بد فيه من اللجوء إلى المحكمة إن لم يتيسر الحل مثلا أو مثلا تفاقت الأمور يلجأ فيه إلى الجهة القضائية أنت الآن عندك حالة هذه الحالة طبعا دائما إخواني وأخواتي لا يجوز للإنسان أن يحكم لنفسه لا يجوز للإنسان أن يحكم لنفسه يعني أنت أم خالب الآن ذكرتي لي وإن شاء الله أنك صادقة ضربتك وهربت وشي نحن لا سمعنا الطرف الثاني ولذلك هذه مهمة المحكم هذه مهمة المحكمة تقولين الآن والله أنا أريد أنا أبرئ ذمتي وأنا حقيقة يعني أريد أن الله عز وجل يدفع الشرع عني والبلاء عني وأنا مسامحتها ابعثي لها تقول لا والله أنا أبغى حقي حقك نعم تلجئين للمحكمة بالنسبة لإذا أخلت بمدة العقد له سنتين في الغالب هذا أخلال بالعقد إذا مثلا هي المعتدية إذا هي المقصرة إذا هي اعتدت عليك في فترة الحمل هذه جريمة هذه جريمة لو رفعت أمرها إلى المحكمة يعني سيرتب عليها عقوبات لأنه عرضك لخطر ومن المهم نسمع من الطرف الثاني كثير من العاملات قد يتعرضون لأذية يتعرضون لتعسف يتعرضون لتكليف بعمل شيء ما يطيقونه أو زيادة على فهذه كل أخت الفاضل أنا حبيت أذكرك أنت وإخواني وإخوات المشاهدين أنه لابد من اللجوء إلى القماء تقول والله أنا وين أروح للقضاء أبغى سامحة 900 درهم إذا كنت قادر أنا أفضل أنك يعني ترسلينها وتبرئين الذمة الأخت رحمة من كندا تقول إذا صلى اثنان جماعة ثم الإمام أحدث ماذا على المأموم هل يقطع الصلاة أختي رحمة بارك الله فيك لا بالنسبة للمأموم لا يقطع الصلاة فإذا كان اثنان يصليان أو ثلاثة أو مئة فالإمام أحدث الإمام هو الذي يقطع الصلاة و يذهب و يعني يأتي بالوضوء فإذا كان اثنان المأموم يكمل صلاة منفردا خلاصة الآن المأموم يكمل صلاة منفردا كيف يقطع صلاة و صلاة صحيحة أما إذا كانوا أكثر من أثنين بالنسبة للمأمومين يستخلف أحدهما يستخلف اللي وراه يقول يعني تفضل كم للصلاة و هو يذهب يأتي بالوضوء محمد الربيعي من ليبيا يقول ما حكم من أكل لحم الإبل و نسي أن يتوضى و صلى محمد بارك الله فيك بالنسبة لأكل لحم الجزور اللي هو الإبل هل ينقض الوضوء أم لا على قولين جمهور الفقهة على أنه ما ينقض الوضوء فريق من أهل العلم هو مذهب معروف من المذاهب الفقهية المعروفة قالوا ينقض الوضوء و يستدلون بحديث جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سؤل قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم قال لا قالوا أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قالوا أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم قالوا أن أصلي في مبارك الإبل قال لا و لذلك هذا حديث ليس له مدفع لا من جهة الإسناد و لا من جهة المتن و لا من جهة كونه منسوخا و لذلك الذي يظهر لي و الله أعلم أن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء بالنسبة لك تقول حصل منك ونسيت ما عليك شيء للمسألة الخلافية إلا إذا كنت طالب علم وعندك القدرة على الاجتهاد وأنت رجل وصلت إلى قناعة أن لحم الإبل ينقض الوضوء لا يلزمك أن تتوضأ وأن تعيد الوضوء تقول لا والله أنا عامي يلزمك أن تتوضأ وتعيد الصلاة لا ولا تقول أنا عامي أنا لست بطالب علم ولا عندي القدرة على الاجتهاد ما عليك شيء إن شاء الله يا محمد أم محمد من السعودية تقول بالنسبة للصلاة الرباعية كنت أسبح في الركوع تقريبا عشر تسبيحات تقول أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة يعني آتي بأقل هل عليه شيء لا ما عليك شيء وقت الفاضل أهم شيء أن تأتي بتسبيحة واحدة في الركوع تسبيحة واحدة في السجود لأنهما واجبتان فالراجع من أقوال أهل المازاد فهو سنة أقل الكمال ثلاث تسبيحات أعلى الكمال عشر تسبيحات وأجمل شيء في الصلاة أن تكون مرتبة ترتيب يتناغم بين الركوع والسجود مع القيام ولذلك تقول فاضل إذا اعتدت على عشر تسبيحات استمرج على هذا لا تحاولين تقصرين هنا والطولين هنا لا استمرج على عشر تسبيحات ولو فعلتي سبحت عشر في الركوع في السجود في الركع الأولى ثم الركع الثالثة سبحت مرة أو مرتين ما يضرك وصلاتك الصحيحة ولله الحمد والمن أبو عبد الله من الكويت يقول قبل خمس وثلاثين سنة كنت مسرع بالسيارة وصدمت بالسيارة أخرى فيها رجل توفي قائدها التأمين يقول رفع الدية وأنا صمت شهرين ولله الحمد يقول ندمت كثير هل يمكن أن تصدق عن هذا الرجل ممكن أبو عبد الله الحمد لله على سلامتك ورحم الله الميت وهذه فرصة لك مدام تجد أثر هذا في نفسك الآن تصدق عنها بارك الله فيك ولك الأجر والثواب وهذه نعمة من نعم الله عليك الأخت سلمة من ليبيا سلمة تقول بأنها مريضة بالسكري وفي أيام تقول ما أقدر أنني أصومها وفي أيام تقول نسيت صيامها وعلي صيام كثير أو عفوا صلوات كثيرة كنت متكاسرة في بداية حياتي سلمة بارك الله فيك الحمد لله الذي فتح على قلبك الحمد لله الذي هداك الحمد لله الذي بصرك هذه نعمة من نعم الله الصلوات إذا كانت فائدة الصلوات الفائدة إذا كانت كثيرة ما تقضينها فالراجح من أقوال أهل العلم وإنما تلتزمين الآن وإنت الحمد لله ملتزم الصلاة الصلوات الخمس السنن الرواتب قيام الليل سنة الضحى كثرة الاستغفار كثرة ذكر الله القرآن بر الوالدين الصدق هذه كلها مكفرات بإذن الله جل وعلا أما الصيام لا فذمتك مشغولة بالصيام ولا يجوز لك أن تقول والله أنا ما أدري كم يلزمك أن تجتهدي حتى تعرفين كم الأيام التي فاتتك فإن كنت قادر على القضاء قضاء هذه الأيام يعني ليس كل مريض سكري ما يقدر يصوم أغلب الناس الآن عندها سكر يصومون الحمد لله وتختارين مثلا من وقت الشتاء النهار قصير والجو بارد وتقضين هذه الأيام بارك الله فيك تقولي والله أنا وصلت إلى مرحلة ما يسمى بالدرجة الثانية الخطيرة اللي ما أستطيع أني أصوم عندي أدوية أخذ مثلا يعني أدوية السكر والطبيب النصحني وعلي مخاطر تطعمين عن كل يوم مسكين بارك الله فيك الأخ سليمان من الأردن يقول ما حكم المرأة التي تسب زوجها وتقول أنت يا حيوان وتدعي عليه وتشتمه ولا تحترم أبدا أخوي سليمان بارك الله فيك لا يجوز للزوج أن يشتم زوجته ولا يجوز للزوجة أن تشتم زوجها ولا سيمة هذه الألفاظ القبيحة كيف تقول امرأة لزوجها الذي الله عز وجل قال الرجال وقوامون على النساء كيف تقول له يا حيوان وكيف تسبه وتشتم وتشتم أهله هل هذه امرأة صالحة هذه امرأة سوء هذه امرأة سوء مهما حصل بين الزوجين من خلافات أنه يجب عليهم أن يضبط أعصابهم ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الحدود الزوج بعض الأزواج للأسف يركب الأحمقات والجهل يحصل بينه وبين زوجته خلاف يسبه يا حيوان يا كذا ويشتمها ويشتم أهلها كلهم أما النساء نادر يعني غريبا هذا السؤال والله يعني على ما أحزنني أضحكني نادر أن المرأة تتجرع على زوج وتقول له يا حيوان أو يحي من هذا القبيل ولذلك المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي والله جل وعلا وقل وقول للناس حسنا قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولذلك المؤمن يجب عليه أن يضبط تصرفاته وأن يضبط لسانه وهذا اللسان قد يورد النار والعياذ بالله فكم من إنسان ورد النار بسبب لسانه وعلى الزوجة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على ما صدر منها من هذا الكلام السيء الفاحش البذيء الذي لا يليق بمن تؤمن بالله يوم الآخر وعلي أن تعتذر من زوجها والاعتذار ليس عيبا الاعتذار هو يعني صفة الأقوية صفة الواثقين من أنفسهم تعتذر من زوجها وتستغفر الله كثيرا وتندم وتخلص لزوجها وعلى زوجها أن يتق الله فيها وأن يعطيها حقوقها ويوفر لها حضوضها وأن لا يؤذيها لا يؤذيها فلأسف الشديد بعض النساء قد يكون ردة الفعل سببها تصرفات الزوج فإذا كنت يا أخوي سليمان أنت سبب من أسباب يعني استفزازها بمثل هذا الكلام أنت أيضا راجع نفسك بارك الله فيك وعلى المرأة أن تتق الله والمرأة السيئة الخلق التي تؤذي زوجها هناك من يلعنها في الجنة الحوريات يلعن المرأة السيئة الخلق التي تؤذي زوجها الصالح يلعنها يعني هناك تبيت على لعنة والعياذ بالله وتصبح على لعنة فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا وأن يلتزموا الإسلام يعني دين الإسلام دين جميل عظيم يعني جعلنا نضبط أخلاقنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا لا بد لا يقول إنسان والله أنا ما أملك أعصابك كيف ما تملك أعصابك يجب أن يهذبك الإسلام والدين والشرع هكذا المسلم يعني لأسف الشديد فقط ندعي الإسلام هكذا يعني المسلمين ولا نتمثل غير نأخذ تعاليم الإسلام ونحن جلسنا هكذا في مثل هذه القضايا عموما تتوب إلى الله هذه المرأة وتستغفر الله وتعتذر من زوجها وتحسن تبع علها وعشرتها لزوجها وتقيم لها يعني تؤدي حقها كامل وتحافظ على سمعة زوجها وفراش زوجها ومال زوجها وتربي أولاد أولادها وأولاد زوجها عائشة صبحي من سوريا تقول بالنسبة لصلاة الظهر القبلية كيف نصليها ولما نصليها الركعة الثالثة والرابعة تقول هل نبدأ بالدعاء الاستفتاح عائشة بارك الله فيك سؤالك في خلق لكن اللي فهمت بأنك أنت الآن تصلي سنة القبلية أربع ركعات سردا تشهدين ثم لما تقومين إلى الثالثة تقولين أنت هل آتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الجواب لا كيف تأتي بدعاء الاستفتاح في أثناء الصلاة اسمه دعاء الاستفتاح يعني تستفتحين به الصلاة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وهكذا ثم تأتي بالاستعاذ والبسمة والفاتح هذا في أول الصلاة الأمر الثاني بالنسبة للسنة الراتبة القبلية السنة يا أخت الفاضلة أن تصلى ركعتين ركعتين فتصلي ركعتين سلمين ثم تقومين من جديد تكبرين تقول الله أكبر وتأتي بالدعاء الاستفتاح تأتي بالدعاء الاستفتاح لأن كل صلاة في نهايتها سلام يشرع الاستفتاح في أولها يعني بعد تكبيرة الإحرام وفيه من الفقهة من يذهب إلى أن يجوز سرد الركعات الأربع السنة القبلية التي هي قبل الظهر لكن الأول هو الراجع ركعتين ركعتين تسلمين من كل ركعتين كريما من المغرب تريد نصيحة تقول يعني هناك كثير من الرسائل تأتينا في الواتس أب وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أرسلوها وإذا لم ترسلوها سيحصل لكم كذا وكذا كريمة بارك الله فيك يعني الجواب لك ولكل من يشاهدني على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذا التهديد واستعمال مثل هذا اللون من ألوان إرهاب الناس إذا لم تبعث هذه الرسالة سيحصل يموت لك أحد سيحترق بيتك ستتعرض لحادث هذا كله من الدجل والشعبذة ومن الكذب على الناس ولا شك بأن هذا النوع الذي يستعمل هذا الشيء في الغالب إن لم يكن حقيقة يعني الأصل أنه يريد أن يروج لكذبة من الكذبات يريد أن يروج لبدع من البدع يريد أن يروج لمخالفة من المخالفات ولذلك ما رأى شيء يمكن أن ينشر هذه البدعة أو هذه المخالفة أو هذا البلاء إلا مسألة إرهاب الناس إرهاب الناس يعني إذا ما أرسلت هذه سيحترق بيتك إذا ما أرسلت هذه سيموت لك قريب وهذا كله من الدجل فلذلك نحن للأسف يا أختي كريمة نحن نسهم في مثل هذا النوع لماذا؟ لو لما تأتينا رسالة و شفناها أرسلناها لمجموعات و إلا أرسلناها لأصدق و إلا كذا و تنتشر انتشار النار في الهشيم إذا شاركنا نحن في الإثم و لذلك خاصة إذا كانت الرسالة سيئة و رسالة فيها بدعة و فيها مخالفة أو فيها شيء يعني فيه إرجاء فيه إشاعة مثلا نشر الشائعات هذا كله من الأشياء المحررة و في مسألة أخرى إخواني و أخواتي و الله إذا صححنا عقيدتنا و اعتنينا بجانب العقيدة و الإيمان و التوحيد و الله يصبح عندنا مثل الميزان مثل المنخل تعرفون المنخل اللي يطلع الطيب و يخرج الرديع اعتنوا بعقيدتكم و الله ما انتشرت هذه الأشياء إلا لما ضعفت العقيدة لما ضعفت العقيدة الإسلامية في قلوبنا و ما اعتنينا بدراستها و بتعلمها انتشرت البدع انتشرت الإلحاد انتشرت المخالفات انتشرت الجنون و الله انتشرت الجنون كيف؟ يعني تأتينا مقاطع أغرب من الخيال في أشياء طقوس تعمل و الناس يصدقونها الناس يصدقونها ما يصدقها إنسان عنده عقيدة راسخة و ثابتة و عنده إيمان قوي و عنده ارتباط بسنة النبي عليه الصلاة أبدا أبدا ما يمكن أن يصدق مثل هذا الكلام لذلك لما تنتشر مثل هذه المقاطع هذا يعكس صورة صورة ضعف العقيدة عند الناس تعلموا العقيدة يا أخوان تعلموا الإيمان تعلموا التوحيد ليس عيبا إبراهيم عليه السلام يقول رب جنبني و بني أن نعبدنا هو أبو الأنبياء الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته و نحن في أذكار الصباح و أذكار المساء على ملة إبراهيم نقول على ملة إبراهيم و لذلك مهم جدا صح العقيدة حتى يعني نسلم ما يحتاج الإنسان يسأل لما تأتي مثل هذه القضايا يعني كيف الآن اللي عنده عقيدة صحيحة يتأتي رسالة والله أنشرها إلى 25 مثلا و إذا ما نشرتها سيصيبك كذا بمجرد خوف الإنسان من هذا التهديد و هذا الإرهاب اللي مرسل مع هذه الرسالة هذا يعكس على أن هناك ضعف في العقيدة و الإيمان أما صاحب العقيدة اللي مؤسسة تأسيس قوي هذه على طول يجعلها في سلة المهملات يحذفها و يضحك منها فأخواني و أخوات صححوا العقيدة حتى تسلموا لأن لألا لو جلسنا نجاوب على كل رسالة تنشر انقضى الزمان و انتهى العمر و حنما خلصنا نحن ما انتهينا و لذلك اعتنوا بالعقيدة بارك الله فيكم سالم حسن من أبو ظبي يقول بالنسبة للذكر عند الجماع بين الزوجين يقول هل أولي الزوج فقط أم للزوجين أخي الفاضل يعني الوارد في الحديث الخطاب للرجل لو أن أحدكم آتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فيقدر بينهما ولد لا يصيبه الشيطان أو كما قال عليه الصلاة و السلام واضح بأن الخطاب للرجل هذا ظاهر الحديث لكن هذا ما يمنع أن المرأة تقول هذا يعني هو الأصل الخطاب للرجل لكن ما يمنع المرأة لو تقول هذا الكلام يعني هذا الدعاء طيب أم محمد من السعودية تقول في ناس إذا مات الطفل لهم و ما أنجبوا بعده يذهبون إلى قبره فيحفرونه لأنهم يعتقدون أنه قد قطع ذريتهم و لما يفتحون قبره يكون خلاص يعتقدون بأنه ما يشفع لهم و فتحهم للقبر عشان ربي يرزقهم الذرية هل هذا الكلام سليم هذا كلام باطل هذه خرافة من الخرافات هذا الدجل هذا و العياذ بالله من الاستسلام للشيطان قبل قليل أنا أختي الفاضلة لما تحدثت مع الأخت كريمة من المغرب و كيف نصحت و نصحت كل من يشاهدني تصحيح العقيدة يا أخواني شوفوا لاحظوا كيف الآن الشعوذات و البدع وصلت عند الناس يموت لهم طفل ثم ما يرزقون بحمل يذهبون فيحفرون قبره شوفوا المخالفة الأولى كيف الشيطان ذهب بهم يحفرون قبره و يعتقدون منه خلاص ما يشفع لهم و أنه إذا حفروا قبره ذهب عنهم النحس بربكم هل هذه عقيدة صحيحة و إلا عقيدة فاسدة هذه عقيدة فاسدة الشيطان أصبح يلعب بكثير من الناس كما يلعب الصبي بالكرة يقذف عليهم البدع قذفا و يقذف المخالفات قذفا فتتشربها قلوبهم و تتشربها صدورهم نسأل الله العافية و السلام قولي لهؤلاء يا أخت الفاضر محمد يتقون الله و يخافون الله و يتركون هذا الجهل و هذه البدع و هذه الخرافات و لا يؤذون الأموات و لا يؤذون الأموات و ما يدري قد يكون الله عز وجل عاقبهم بسبب مثل هذه الأفعال و قضية الحمل هذه بيد الله عز وجل يهبوا لمن يشاء إناثا و يهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعلوا من يشاء عقيمة و إذا كانوا عندهم مشكلة في الحمل ما يروحوا للمقبرة لا يروحوا للمستشفى يروحوا للعياد المتخصصة يفتحص المرأة و يفتحص الرجل و الآن الحمد لله فيه حتى يعني تطور الطب ما يسمى بطفل الأنابيب و غير ذلك أما يلجؤوا للمقبرة و يؤذون المقبورين و يؤذون هذا الطفل في قبره هذا حقيقة جريمة جريمة يجب أن يخافوا الله و أن يتقوا الله جميلة من ليبيا تقول عمري ثلاثين سنة متأخرة عن الزواج و كل ما يصير لموضوع الزواج ما ييتم تقول ما النصيحة يا جميلة بارك الله فيك و يسر الله أمرك و رزقك الله عز وجل الزوج الصالح أنت و كل مسلمة يعني تعاني التأخر من الزواج أخت الفاضلة أمور الزواج أمور الحياة الرزق كل هذه بيد الله و كلها مقدرة الله عز وجل قل و خلق كل شيء فقدره تقديرا قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله سماوة الأرض بخمسين ألف عام هذا قدر الزواج قدر الله عز وجل و لذلك أحيانا الإنسان يجتمع بمرأة و يجيب منها أولاد ما كان يوم من الأيام يخيل إليه أنه سيلتقي بهذا المرأة عندنا هنا في الإمارة يتزوج من المغرب يتزوج مثلا من الجزائر يتزوج من السعودية ما كان يعني ما جاء في باله أن يتزوج هذا المرأة لكن الله كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام بخمسين ألف عام يتزوج فلانا اللي في أقصى الأرض و يجيب منها أولاد و هي أم عيالة يلتقيان قال جل وعلا و من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات اللي قوم يتفكرون آية من آية الله هذا الزواج و لذلك تلفاظ الله عز وجل يقدر أن فلانا تزوج عمرها ثمانطعش و العشرين و فلانا تزوج عمرها أربعين فلانا عمرها خمس و ثلاثين هذا قدر الله لكن هذا ما يمنع الإنسان أن يبذل السبب الإنسان المسلم دائما له نظران نظر إلى القدر السابق و نظر شرعي النظر الشرعي أنه يأتي بالوسائل و الأسباب يعمل الأسباب و الوسائل مثلا الآن الرجل إذا رأي تزوج يبحث عن بنت الحلال و يروح يخطب من أهله البنت إذا تأخر زواجها تقوم أمها تخبر خطابة مثلا من الخطابات أو مثلا امرأة صالحة أو من صديقاتها أو من جماعتها و الله عندنا بنت في سن الزواج إذا أحد سألكم بنتنا جاهزة مثلا هذا سبب من الأسباب و قد يقدر الله عز وجل له نتيجة و هو القبول و قد لا يقدر الله عز وجل ذلك و لذلك المؤمن لما يبدو للسبب لا يغفل عن النظر إلى القدر السابق أن الله عز وجل قدر هذا و قد يكون في تأخر الزواج خير للمرأة ما تدري و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلموا أنتم لا تعلمون كثير من النساء لما تأخر زواجها يعني خبأ الله عز وجل لها زوجا صالحا عاشت بقية حياتها و عمرها معه على أحسن حال و كثير من النساء استعجلنا الزواج و رغبنا و تزوجنا فندمنا ندم شدينا تمنينا أن نغلنا ما تزوجنا لماذا؟ لأن دخلنا جحيم ما دخلنا نعيم دخلنا حياة كلها جحيم ظلم الزوج و انحراف الزوج و شيء من هذا القبيل فيا أخت الفاضلة أكثر من الدعاء استعمل الوسائل الشرعية الطبيعية العادية اللي مثل والدك مثل ما قال البخاري يقول باب عرض الرجل الصالح موليته على عرض الرجل موليته على الرجل الصالح يخبر إمام المسجد يخبر المفتي يخبر كذا والدك مثلا نفس الشيء خواتك مثلا يقولون عندنا ما شاء الله بنت صالحة و طيبة و خيرة و بلغت الثلاثين يعني إذا أحد يسأل من الصالحين عندنا بنت بهذه الطريقة بارك الله فيك أم إيثار من إيران تقول هل صحيح بأن شعرة القطة إذا وجدت في الملابس نتوقف عن الصلاة يا أم إيثار بارك الله فيك و رضي الله عنك لو حملت القطة كلها في الصلاة صلاتك صحيح القطة القطة بكبرها بشحمها و لحمها و شعرها و عظمها شلتها معك في الصلاة صلاتك صحيح لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة و قال إنها من الطوافين عليكم و الطوافات فالقطة طاهرة كيف تقولي لشعرة وجدتها في ملابسك تتوقفين عن الصلاة؟ لا 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 ما تتوقفين تستمرين في صلاتك و قلت لك أنا من باب المبالغة أنا ما أقول للناس أحملوا قطة في الصلاة لا لو لو حصل إنك شلت قطة معك في الصلاة صلاتك صحيحة و ما تتوقفين عن الصلاة أو مرت قطة من أمامك و أنت تصلين صلاتك صحيحة و لله الحمد و المنة أم آدم من خور فكان تقول هل يكون انتقالي أنا و زوجي و أولادي من بيت أهله إلى منزل شرعي يعد عقوقا للزوج لأهله لأني أنا أعيش مع أهل زوجي في شقة صغيرة غير مفصولة ليس فيها حواجز معه والديه و إخوانه الذكور و يعني تقول أنا أعاني هل هذا من العقوق؟ لا لا هذا ليس من العقوق هذا حق شرعي لك يا أخت الفاضلة حق كامل خاصة و أنت ذكرت صغر الشقة و أنها غير مقسومة و أنت عندك أولاد و الزوج عنده أخوان كبار بالغين و يصعب عليك مثلا أنك تأخذي الراحتك في هذا البيت لك الحق الكامل و ليس له علاقة في قضية العقوق و على الناس أن يتقوا الله للأسف الشديد هناك أيضا من بعض الأهل يستعملون مثل هذا النوع من الإرهاب أيضا بقضية والله أنت عاق و أنت كذا طيب هذا عايشين في شقة بربكم شقة فيها زوجته و زوجته و أولاده الذكور و بناته و ولدهم متزوج و ساكن في غرفة واحدة فقط و عنده القدرة أنه يطلع و ش المانع؟ بالعكس هذا أكثر و الله و الله ثم و الله أنه أكثر في تحقيق البر أنا أعرف أسر يعيشون مثل هذه الحياة ضنك يوميا مشاكل حقد و كراهية و كلام و يصبحون على مشكلة و يمسون على مشكلة ليش؟ لأنهم شوفون بعضه البيت ضايق فيهم أصبح شؤم أصبح شؤم أصبح سجن هذا البيت لما خرجوا خرج الولد أصبح هناك محبة هناك تواصل هناك سؤال الأمور الحمد لله طيبة يعني الحياة جميلة ليست بالضرورة أن يكون دائماً اللقاء يومي و هذا ليس دعوة إلى أن الأولاد يطلعون أنا ما أقول هذا الكلام أنا أذكر حالة خاصة إذا وجد والله بيت كبير في ملاحق و في أجنحة مثلاً لا الأفضل أن الولد يسكن مع والدي الأفضل أن يبقى مع والدي ما في أجمل من أن تجتمع العائلة لكن عنده ملحق في جنة أجنحة مثلاً ما المرأة تأخذ راحتها في البيت ما هو كل يوم لما تطلع بلباس البيت تحط العباية وتتحجب علشان والله أخو الزوج طلع هذه ما بحياة المرأة أيضاً لا حق الكابل أنها ترتاح في بيتها وتأخذ راحتها في بيتها أحمد من الإمارات يقول هل يجوز أنني أجمع ثواب العمرة الواحدة لأمي وأبي الجواب نعم يجوز لك أن تعتمر و أن تهدي ثواب هذه العمرة لأبيك و لأمك المتوفين بارك الله فيك فاطمة من اليمن تقول تزوجت بموافقة والدي و إخواني إلا أخ واحد فقط رفض يقول هذا الزوج غريب الآن مقاطعني و ما يكلمني ما حكم ذلك هذا الأخ آثم هو الذي قطع الرحم يا فاطمة أخوك آثم و مرتكب لخطيئة و لذنب و لا يجوز له و أن يتدخل في مثل هذه الصورة الفجة الظالمة مدام والدك و المسؤول عنك أبوك مدام راضي و والدك راضي و بقية الإخوة كلهم مقتنعين بهذا الزوج و ما الذي يضر لو كان أجنبي لو كان مثلا من قبيلة ثانية و لو كان من بلد ثاني و ما الذي يضر و من الذي قال بأنه ما يتزوج الإنسان إلا بنت عمه و إلا بنت خاله من الذي يقول هذا الكلام هذا بالعكس الفقه ينصون قالوا و يستحب أن يأخذ أجنبية يعني ما معنى أجنبية في باب النكاح أجنبية يعني ليست قريبة له يعني ليست بنت عمه و لا و هكذا يذكر الفقه يعني يذكرون طبعا يعللون ذلك بجملة من قضية قالوا بأنه هذا أصح للأطفال يخرجون أصحاء الجسم قالوا قضية لو قدر الله و حصل مشكلة مثلا ما تنسحب على الأرحام أما الأجنبي أو البعيد مثلا أو المرأة البعيدة لو طلقت يعني ما يكون ذاك التأثير مثل تأثير المرأة القريبة أو الزوج القريب ابن عم و لا كذا أنا أعرف بعض الناس متورط يبغى يعني عنده زوجة قريبة منه و عندها رغبة في الزواج و مش قادر لأنه ما في توافق بينه و بين زوجته لا يقدر يطلق و إن صبر صبر على ضيم و على مشكلة ما رزقهم الله بحبه و حاط يديه على خده و جالس ينتظر فرج الله على الزوجة ها يقول أنا ما أقدر يعني الآن لو تزوج زعله عليه زعل عليه عمي و زعل عليه أبوي و زعل عليه كذا مثلا أنا أقول مثلا في نساء ما استطعنا أن يتطلقنا من أزواجهن لأنه يعيش نجحيم مع هذا الزوج ليش ما تطلبين الطلاق؟ آت والله ولد عمي لو طلبت الطلاق صارت مشكلة بين أبوي و بين عمي مثلا و لذلك وين مشكلة؟ ما في مشكلة يا أختي الفاضل فقولي لأخوك و وصلي للرسالة هذا هو الآثم الآن هو الآثم قولي للكلام هذا قولي أنت الآن قطعت رحمك و لا يجوز لأنه يقول الله هذا إنسان غريب عنه ما نزوجه أم هشام من المغرب تقول عندي أفكار تحثني على الانتحار و العياذ بالله تقول أنا عندي أدوية اكتئاب و عاني أحلام مزعجة أراقطة إلى آخر ذلك أم هشام بارك الله فيك يعني حقيقة أنا ما أتصور إنسان يؤمن بالله و اليوم الآخر إنسان مؤمن إنسان الله عز وجل وهبه الإسلام منحه الإيمان أعطاه هذا الدين العظيم يفكر في الانتحار أبداً لماذا يفكر في الانتحار لماذا يستعجل النار المنتحر هذا يستعجل النار يعني أنت الآن لما تقول الله أنا و عاني مشاكل صحية و كذا هل تعتقدين بأن هذه الدنيا هي الجنة هذه ليست الجنة هذه اسمها دنيا دنية حقيرة أنه سيقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله و ما ولاه و لذلك تلفاظ الله المفترض تعيشين يعني في سعادة و في سرور لماذا؟ أولاً الله عز وجل يعطاك الإيمان و الإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجاً كأنما يصعد في السماء ثانياً الله يحبك لماذا؟ لأنه يعطاك الدين يقول النبي سلم إن الله قسم بينكم أرزاقكم و إن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب دين الإسلام لا يعطيه إلا من يحب هذا أمر ثاني الأمر الثالث من أعظم ما يمنحه الإنسان أن يعرف لماذا خلقه الله عز وجل كثير من الناس تائهين ما يدروا لماذا خلقهم الله ما يدري خلق هكذا ما يدر وين يسير أنت الله أوقفك على قمة الحقيقة أعرفك بأن هذا الدنيا قصيرة وأن تعملين فيها حتى تذهبين إلى جنة عالية تطوفها دانية فإذا كنت بهذا الحال كيف تفكرين بالانتحار وكيف تحزنين أمر آخر هذه الدنيا ما سلم من لأوائها وشدتها وفتنها وكل ما فيها من الابتلاءات ما سلم من الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا ابتلي منهم من قتل منهم من ضرب منهم من هجر منهم من سخر منه منهم من سحر منهم من حاول اغتياله ما في أحد من الأنبياء إلا وقد تعرض للبلاء العظيم فأين نحن منهم هؤلاء الصفوة من الخلق أمر آخر كل بابتلاء يتعرض له الإنسان في الدنيا له الأجر والثواب عند الله ولذلك أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء يتمنون لو قرّضت جلودهم بمقاريض لماذا؟ لأنه يشوفون أهل البلاء يوم القيامة يمشون وما عليهم خطيئة نقاهم الله الله عز وجل نقاهم يمشون ما عليهم خطيئة ولذلك اغتلفاظنا اطردي عن نفسك هذه الأفكار الشيطانية والوساوس الإبليسية اطرديها عنك أقبلي على صلاتك أقبلي على القرآن أقبلي على طلب العلم حاول قدر ما استطاع أن تكثري طبعا من ذكر الله هذه أدوية أدوية القلوب أدوية الأرواح ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نقرأ في سيرته ونحاول أن نتبعه هذه فيها الهداية التامة وفيها السعادة والسرور واللذة للروح و للقلب فأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالثبات وأن يخزي عنك الشيطان أم روان من الإمارات بارك الله فيها تقول يعني هل في السجود يجب أن أضع أنفي أم فقط جبهتي أم روان عفوا أم روان من الإمارات أم روان أختي الفاضلة لا الجبهة والأنف ما يجوز لك أن تقتصري فقط على الجبهة و إنما الجبهة والأنف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أشار إلى جبهته و أنفه واحد الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين ثم القدمين أصابع القدمين فتستدين عليهم جميعا بارك الله فيك أم سيف من العراق تقول ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر و العصر أخت الفاضلة هذا على خلاف السنة السنة الجهر في صلاة المغرب و العشاء و الفجر أما الظهر و العصر فالصلاة سرية يعني ما يجهر الإنسان و إنما يحرك لسانه و شفتيه فقط و لو حصل وجهر بالقراءة صلاة الصحيحة لكن سينكر عليه الناس و لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو فارس من سوريا يقول هل يجوز أن أتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق سماع الأغاني الأجنبية وأيضا و أنا أمشي رياضة أسمع الأغاني الأجنبية أبو فارس بارك الله فيك احذر أن يحتال عليك الشيطان و يجرك و الله يقول لك أنا تعال هنا على أساس تتعلم اللغة و لا يمكن أن تتعلم اللغة إلا بأغنية أجنبية و إلا بمعازف و رده و شيء من هذا القبيل و أنت و الله يقضي وقتك بالرياضة بسماع أغنية أجنبية و حتى تتعلم يعني يصير عندك لغة هذا من تسويل الشيطان من وسوسة الشيطان ما عرفت يا أخي الفاضل أن الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية عن طريق الأغاني و المعازف اللي نعرفه أن الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية بالالتحاق بمعاهد اللغة بالمدارس مثلا بالإتيام بأساتذة يعلمونهم بشراء بعض الأقراص مع الكتب من خلال تشغيلها عبر الجهاز جهاز الكمبيوتر و تشغيلها و سماعها خلال المحادثة مع الآخرين أما هذا من تسويل الشيطان لا يقص عليك الشيطان ولا يضحك عليك و هذا الذنب و إثم لا يجوز لك يا أخي الفاضل و احذر و بالنسبة للوسائل الكثيرة الحلاء المباحة و بالنسبة لقضية التريض لما تتريض أنا أنصحك يا أخي الفاضل للأسف الشديد أصبح عند الناس فيه ثقافة غريبة ثقافة ما هي الرياضة يساوي أنك تضع الهوتفون هذا و تسمع مثلا معازف السفر يساوي أنك لازم ترتكب حرام الشي الفلاني لازم كذا من وين جت هالي؟ من أين أتت هالي؟ غريبة جدا أنا أعرف أنا أعرف أناس يا أخي أبو فارس أعرف أناس يتريضون يوميا في رياضة اللهم بارك يختمون القرآن سماعا و بعضهم يستمع إلى دروس علمية و محاضرات شرعية و بعضهم يستمع إلى قصائد جميلة تنشط الجسم من الحداء و قصائد أعرفهم شخصيا بأشخاصهم واحد يقول لي أنا دورة الرياضة هذه اللي أعملها الدورة اللي أدور فيها أقرأ فيها مثلا كذا سورة يقول سورة أراجع الحفظ فوين؟ يعني ما في أعظم من أنك تجمع بين مصلحتين مصلحة دينية و مصلحة دنيوية المصلحة الدنيوية بناء الجسم و العضلات و النشاط و كذا و مصلحة دينية أنك و لله الحمد استمعت إلى قراءة قرآن استمعت أو راجعت حفظك مثلا أو مثلا استمعت إلى درس علمي أو استمعت مثلا إلى قصيدة أو إلى أنشودة أو إلى حداء ينشط الإنسان مثلا أما قضية أني والله أنا أذهب أتعلم اللغة الإنجليزية عن طريقة يعني أغنية أجنبية هذا غير صحيح أم أمير من العراق تقول عندي بنت عمرها سنتين متعلقة بأهل زوجي يأخذونها طوال النهار و قلت لزوجي يمنعها هل هذا يجوز؟ أخت الفاضلة اجمعي بين المصلحتين يعني أنت إذا كنت تحتاجين مثلا تنظفينها و تكون عندك طيب و يأخذها أهل زوجك يعني مدة ساعة ساعتين مثلا طيب هذا الأمر و زوجك هو المسؤول الأول يعني يجب على زوجك أن يتدخل فيقول لهم والله البنت مثلا أمها تريد ترضعها أمها يعني حاول أن يعطيهم وقت محدد يعني يلعبون مع البنية و هذا شيء طبيعي أخت الفاضلة غير مستنكر و لذلك اجمعي بين المصلحتين لا يكون ذهاب بنتك إلى أهل زوجك سبب من أسباب مشكلة أو تحرجون زوجك يعني بعض النساء للأسف تستطيع حل مثل هذا الأمر من دون تدخل الزوج تذهب و تدخل زوجها في مشكلة حتى يحضر الشيطان ثم يقدح زناد الشر و يصبح ورم و يتحرج زوجها و هتحاول أن تقزم زوجها أنك أنت مش قادر على أهلك مش قادر على كذا و هذا غلط المرأة العاقلة الناضجة ما تدخل زوجها في كل شيء هذه قضية بسيطة ما يحتاج أنك تكلمين زوجك ما يحتاج صحيح زوجك مسؤول لكن أنت هل أنت سعيتي في هذا أولا هل مثلا أنت وصلت إلى مرحلة طريق مسدود يأخذونها مثلا طوال النهار و لا يرجعون لك أبدا و يمنعونك منها نعم يجب على زوجك أن تدخل يقول يا جماعة يعني ساعتين طيب و البنت تريد تأكل عفوا ترضع تنظف كذا تريد ترتاح تنام بهذه الطريقة بارك الله فيك أم محمد من السعودية تقول أنا عند أهلي منذ سنة كاملة بسبب استحالة العيش مع زوجي لا أطيقه يقول تقول هو يحاول إرجاعي رفض يقول جاء يوم و قال إن لم تذهبي معي فأنت طالق بالثلاث و يكرر هذا تقول ما ذهبت معي تقول جاء في وقت العدة متكلم معي و قال يذهبي معي هل يقع الطالق تقول أنا لا أريده أم محمد مثل هذه القضايا لابد فيها من النجوء إلى المحكم الآن زوجك طلق قال إن لم تذهبي معي فأنت طالق طيب ماذا قصد تذهبي الآن أم لا بكرة أم لا بعد سنة هذا يستفسر عنها القاضي أنت تقول لي ما أطيقه و صعب العيش معه لك الحرية الكاملة لا يجوز لأحد أن يجبرك على أنك تعيشين مع الشخص لا تطيقين و واضح أنك من خلال رسالتك الطويلة و أنا اختصرتها أنك تتألمين و كذا لكن شو إذا كان الزوج جاءك واضح أنه مسكين متعلق بك و جاءك الآن و وقف عند بابك و طلبك و ترجاك افرضي عليه شروط إذا كان عنده تقصير في النفقة قولي له عندك المشكلة فلاني أرجع معك بشرط كذا إذا كان يسب و يشتم قولي له تمسك لسانك إذا كان مضيع للصلاوات تقول لي ما أرجع مع رجال ما يصلي أو أنه يفوت الصلاوات إذا كان عنده مرتكم مخالفات سكر و غيرها تقول لي له كذا و كذا أنت الآن مثل ما يقولون في المصطلحات الكرة في ملعبك أنت اللي تملين الشروط أنت اللي تفرضين عليه الآن الشروط تقول لي له كذا و كذا و كذا ما دمت أنت تقولين أني مظلومة و أنت ما تطقيين العيش بسبب ممارسات يعني مغلوطة و خاطئة و يعني من هذا الزوج اقبليه يعني المرأة ما دام الحمد لله في قضية علاج و في قضية حل ليش ما نلجأ للسلم و نلجأ للصلح و نلجأ لكذا أفرضي عليه و أعطيه مدة و شوفي اختبري إذا فعلا والله الحمد لله استقام و رجع إلى رشده و إلى كذا الحمد لله يجمعك الله عز وجل فيه أفضل من أن كونك تفارقين لكن مسألة الطلاق ما أفتيك فيها ارجع إلى المحكمة خلاصنا آه طيب طيب أم علي بن اليمن آخر سؤال المخرج يقول يعني انتهى الوقت تقول أختي ابن أختي توفي شهيدا و عنده زوجة تقول هل يجوز لخال الشهيد أن يتزوجه الجواب نعم يجوز يا أخت الفاضل يجوز لخاله أن يتزوجه بعد ما تنتهي من العدة الأسئلة كثيرة مثل ما قلت و كرر يا إخواني يرسل رسالة يكتب اسمه أو الكنية أو البلد أنا لا يعني أشترط الاسم حتى لو الكنية أو البلد و عذرونا لأن الأسئلة كثيرة و هذا القدر هو الذي نستطيعه نطيقه ألتقيكم غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا شكرا